مواجهة في أول مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات في هولندا ومن أجل أوروبا رئيس الوزراء روتا ومرشح اليمين الشعبوي المتطرف فلداز قدم رؤيتين شديدتي التعارض لمستقبل البلاد الخلاف الدبلوماسي الحالي بين هولندا وتركيا أجج وطيرة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الرئيس التركي وصف هولندا بالفاشية وببقايا النازية هل يتعين عليه سحب كلامه؟ نعم عليه سحب كلامه هذا وصف غير مكبول على القيادة الآن أن تتجنب المزيد من التصعيد لكن إذا ما وصل الأتراك تصعيد علينا أن نرد الأتراك يوصلنا تصعيد نحن يا سيد روتا علينا ليس فقط أن لا نقف ونقول أننا لن نصعد بل يتعين علينا أن نرد عليهم على الأقل إرجاع السفير التركي وموظفيه إلى بلادهم وإلا فنحن نقبل إهانتنا وإهانة رجال شرطتنا أيضا هذا هو الفرق بين كتابة التغريدات والقيادة الفعلية للبلد لو كنت تقود البلد فعليك أن تتخذ قرارة ذكية وهذا قرار غير ذكي وبالنسبة إلى الجمهور من هو الرابح؟ برأيك من كان الفائز؟ لم يكن هناك فائزا حقيقيا باعتقادي لكني سأختار غتا لأنه أظهر أنه قائد حقيقي في هذه المناظرة برأيك من هو الرابح؟ في أول موضوعين كان غتا فالدس هو الفائز لكن في مسألة الهجرة كان غتا هو الفائز بوضوح بينما كان غتا فالدس سلبيا بخصوص كل ما يمكن عمله الاستطلاعات تقول إن نتائج الانتخابات يوم الأربعة ستكون متقاربة وستراكب أوروبا عن كثب ما يمكن أن تفصح عنه النتائج بخصوص صعود الشعبوية في الاتحاد الأوروبي